شهدت محافظة الشرقية احتفالية بمناسبة العيد القومي للمحافظة والتي أقيمت فعلياتها بمنطقة أثارة البسطة بمدينة الزقزيق خلال هذه الاحتفالية أكد محافظة الشرقية ممدوح غراب أن المحافظة تشهد طفرة حقيقية في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية لافتا إلى أنه منذ عام 2014 وحتى الآن تم الانتهاء من تنفيذي 2018 مشروعا بتكلفة مالية بلغت 50 مليارا و500 مليون جنيها احتفالية أكثر من رائعة وتنزيم أكثر من رائعة بصراحة فقرات الفنية النهاردة بصراحة فقرات أكثر من رائعة وحضور أكثر من رائعة حاجة بصراحة تشرف محافظة الشرقية أقول لأهل الشرقية في اليوم دوت كل سنة وأنتوا طيبين وخاصة كلنا لازم نتشرف باليوم العظيم دوت واللي حدث فيه من انتصارات من قديم الزمان إلى الوقت الحالي وخاصة بعدما الرئيس السيسي اتولى الرئاسة واللي حصل بعديها من أمن وسلام اشتركوا في القناة